موسيقى حياكم الله إخواني وإخواتي الطالبات في درس جديد من دروس التربية الإسلامية ومجال جديد من مجالاتها وهو مجال الفقه واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سندرس أول درس من دروس هذا المجال وهو الفقه وهو الاقتصاد الإسلامي أول درس من دروس الفقه هو الاقتصاد الإسلامي سيكون محور هذه الدروس وخذها عند قاعدة ياخد طالب الحبيب لما تدرس ستدرس بذكاء لخص درسك حول محاور كما نحن سننخذ هذه الدروس وهذا الدرس الذي يتكلم عن الاقتصاد الإسلامي سيكون محور هذا الكلام حول محاور أول محور التعريف بالاقتصاد الإسلامي وبيان مصادره بعدين راح نتكلم عن مراحل نشأة الاقتصاد الإسلامي بعدها ننتقل إلى خصائص الاقتصاد الإسلامي بعدها ننتقل إلى أهداف الاقتصاد الإسلامي ونختم بمبادئ الاقتصاد الإسلامي إذن سنتعرف على الاقتصاد الإسلامي ونبين مصادره ثم ننتقل إلى مراحل نشأة فكر الاقتصاد الإسلامي ثم أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي أهم الأهداف التي يرمي إليه الاقتصاد الإسلامي ثم نختم بمبادئ الاقتصاد الإسلامي خلنشوف مع بعض أخواني الطالبة واخواتي الطالبات من صف الثاني عشر ولتعرف على الاقتصاد الإسلامي إيش هو؟ أركز معاي الاقتصاد الإسلامي هو الأحكام والقواعد الشرعية التي تنظم كسب المال وإنفاقه وأوجه تنميته مرة ثانية عشان تحفظك الأحكام والقواعد التي تنظم كسب المال وإنفاقه وأوجه التنمية ركز على الأحكام الأحكام معناتها في شيء حرام وحلال ومكروف ومستحب إذن من أين أخذ هذه الأحكام؟ ومن أين يستبدها الفقه الإسلامي؟ المصادر كما هو أمامكم الكتاب والسنة وفقه المعاملات وآراء العلماء المجتهدين في هذا المجال أول مصدر من مصادر الاقتصاد الإسلامي التي يستقي منها الأحكام الشرعية القرآن الكريم وهو لك فخر أن يكون هذا الكتاب السماوي تستمده منه هذه المعاملات المالية فمثلا يقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيعة وحرم الربة ثم ننتقل إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأذكرني بالسنة وهي كل ما ورد على النبي عليه الصلاة والسلام من قول وفعل وتقرير أيضا يلحق بها آثار الصحابة في هذا المجال في مجال الاقتصاد الإسلامي فمثلا من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو أمامكم البيعان بالخيار ما لم يتفرق وبيع الخيار نوع من أنواع البيوع وهذا يمكن أن تقدر تدرسه أنت وتطلع عليه أيضا من الأمور التي يستقي منها الاقتصاد الإسلامي كما ذكرنا فقه المعاملات وهذا الفقه الذي يتناول ما جاء في كتب الفقهاء من البيوع والمعاملات المالية آراء الفقهاء والعلماء المجتهدين هذا هو المرحلة الرابعة من مراحل مصادر الاقتصاد الإسلامي خلنشوف كيف مر هذا الاقتصاد الإسلامي ونشأ فكره عبر هذه المراحل أول مرحلة وهي مرحلة عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة كانت نموذجا لتطبيق أصول نظام الاقتصاد الإسلامي لكنه للأسف لم يفرد بالتدوين لأن الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحتاجون إلى قول منه وتنتهي المسألة هذا حلال وهذا حرام ثم جاءت عصر الخلافة الراشدة التي مشت على ما كان عليه عصر النبوة المرحلة الثانية من مراحل الاقتصاد الإسلامي وهي مرحلة القرن الثاني الهجري بدأ التوسع في المسائل ثم بدأ تدوين هذه المسائل أخذ عندك هذه الملحوظة قد يأتي إليك أسئلة في هذا الاختبار ويقول لك ما هي الكتب التي ألفت هذه المسائل وحوت على هذه المسائل التي نجني نحن ثمارها اليوم عندك مثل كتاب المدونة الكبرى للإمام مالك التي حوت على كثير من الأسئلة كذلك كتاب الرسالة أو الأم الشافعي كتاب الخراج للقاضي أبو يوسف كتاب الأموال للقاسم بن سلام هذه في المرحلة الثانية من مراحل الاقتصاد الإسلامي إذا المرحلة الأولى من مرحلة النبوة والخلافة الراشدة نرد من قول المرحلة الثانية من مراحل الاقتصاد الإسلامي القرن الثاني الهجري والتي تتميز بالتوسع في كتابة البيوع والمعاملات المالية المرحلة الثالثة التي نعيشها نحن الآن في زمن المعاصر عندنا دراسات اقتصادية جزئية والاقتصادات اقتصادية الجزئية مؤتمرات فقهية تقهم على بيع من أنواع البيوع المعاصرة التي حدثت في هذه الآوينة أو تكون دراسة اقتصادية كلية مثل بحث علمي يحكم رسالة دكتوراه وماجسسير تتناول هذا الشطر أو دراسة اقتصادية تاريخية يأتون إلى عالم من علماء المسلمين في فترة من هذه الفترات ثم يتناولون النوازل المالية في تلك الفترة فيحللون الاقتصاد الإسلامي في مراحل حيات ذلك الإمام آخر شيء وأن يكون الاقتصاد الإسلامي مادة تدرس في الجامعات الإسلامية مثل جامعة الكويت وجامعة الأزهر وغيرها من جامعات العالم الإسلامي ننطلق معكم أيها الأحبة الكرام من الطلب والطالبات الصف الثاني عشر إلى أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي ولما نقول خصائص معناتها انفرد فيها دون غير من أنواع الاقتصادات الموجودة في العالم أول هذه الخصائص أن مصدره الأساسي في معرفة الحلال والحرام ما يجوز وما لا يجوز هو الكتاب والسنة والاجتهاد في ضوئهما المرحلة الثانية أو عفواً الخصيص الثانية من الخصائص الاقتصاد الإسلامي لانفرد فيها أنه عمل موازنة بين الفرد وبين مصلحة المجتمع بين الفرد وحبه للتملك وبين المجتمع حيث أن الإنسان يشعر بغيره من الناس فلذلك يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا فهي موازنة بين الفرد والمجتمع الخصيص الثالثة من خصائص الاقتصاد الإسلامي الأصل في المعاملات الإباحة كل ما ورد في هذا الباب أصله الإباحة حتى يأتي النص على تحريمه الأمر الرابع من هذه الخصائص انتبه إليه الاعتدال والتوسط في النفق والنهي عن الإسراف الاعتدال والتوسط في النفق والنهي عن الإسراف كما قال الله تعالى معلم النبي صلى الله عليه وسلم وابتغي فيما ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وتقعد ملوما محسورة إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ويقول الله تبارك وتعالى عن عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يغتروا وكان بين ذلك قواما هذه أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي الراجحة مرة ثانية مصدره الكتاب والسنة التوازن بين الفرد ومصلحة المجتمع الثالثة هي الأصل أو القاعدة أن الأصل في المعاملات الإباحة آخر شيء التوسط والاعتدال في الإنفاق والنهي عن الإسراف أنتقلوا لك من أحبة الكرام إلى محور جديد من محاور هذا الدرس وهو أهداف الاقتصاد الإسلامي شنو اللي يبيوص الله هذا الاقتصاد الإسلامي أول هدف من هذه الأهداف قالوا لك تحقيق حد الكفاية المعيشية تحقيق حد الكفاية المعيشية بمعنى أن كل فرد يعيش في الدولة الإسلامية عنده ما يكفيه ليقوت به نفسه وأن لا يموت من الجوع الهدف الثاني من أهداف الاقتصاد الإسلامي تخفيف التفاوت الكبير في طبقات المجتمع وتوزيع الثروة بمعنى أن يقترب الكبير أو الغني من الفقير وذلك عبر بعض الوسائل مثل الزكاة وإيجابها على الأغنياء كذلك الصدقة على كل الناس من استطاع أن يريد أو من أراد أن يتصدق بشيء من هذه الأموال يتصدق أيضا عندنا باب الوقف وإلى غير ذلك كما سنأتي إلى مبادل الاقتصاد الإسلامي إذن تخفيف التفاوت الكبير في توزيع الثروة هدف الثاني من أهداف الاقتصاد الإسلامي الهدف الثالث تحقيق القوة المادية والدفاعية للأمة الإسلامية مثل ما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم كيف نحصل على هذه القوة الدفاعية عبر تخصيص شيء من أموال الدولة يذهب إلى هذه القوة الدفاعية إذن ثلاثة أهداف عندنا أنتقل معكم أيها الأحبة الكرام من الطالب والطالبات في صف الثاني عشر إلى محور جديد من محاور هذا الدرس وهو آخر محور مبادئ الاقتصاد الإسلامي والمبادئ لا تتجزأ هذا يجب أن يكون متأصلا عندك مبدأ من أول مبادئ هذا الاقتصاد الإسلامي أنه يساير الفطرة الإنسانية كيف يساير الفطرة الإنسانية؟ بمعنى أن الإنسان يحب أن يتملك أشياء فجاء الاقتصاد الإسلامي وأباحر الإنسان أن يتملك ما شاء من هذه الأموال وكيف شاء لكن كما سيأتي أن كل شيء يجب أن يكون تحت أمر من أمور أن التملك يكون جائزا فإذن أول مبادئ المبادئ الاقتصاد الإسلامي مسايرة الفطرة البشرية التي تريد أن تحوز وتتملك الأمر الثاني من مبادئ الاقتصاد الإسلامي كما قلنا التكافل الاجتماعي والتكافل الاجتماعي هو أن يتضافر أبناء المجتمع وأن يبذلوا من أوقاتهم لنصرة غيرهم من أبناء المجتمع فمثلا يرى الغني من هو أفقر منه فيبادر إلى الصدقة أو إلى القرض الحسن أو إلى الأوقاف التي تؤدي هذا الغرض والوقف هذا مبدأ إسلامي لم يأتي به دين من الأديان إنما ابتدأه الإسلام والأصل في الوقف أن الإنسان يحبس هذا الأصل ثم يسبل الثمرة مثل أن يجعل بيتا من بيوت الأيتام ترعاها وكل ما يخرج من هذا الناتج يعود على هذا الوقف أهم أصل من أصول التكافل الاجتماعي التي نراها الزكاة وهي التي فرضت من أجل هذا الفقير والإحساس به إذن أول شيء من سيارة الفطرة أخواني الأحبة الشيء الثاني التكافل الاجتماعي آخر شيء من مبادئ الاقتصاد الإسلامي الحرية الاقتصادية المقيدة سترون عندكم شيء مكتوب لا كالنظام الرأسمالي ولا كالاشتراكية إذن ما هو الإسلام الذي أو المبدأ الإقتصاد الإسلامي نقول أن الإسلام يحاول أن يؤدي إليك أن هذا المال وظيفة وأن هذا المال ليس هو الغاية وأنه يجب عليك حينما تكتسبه إنما تكتسبه من حله تكتيب الحرام النظام الرأسمالي يريد أن يوزع هذه الثروة بتساوية ويريد النظام الاشتراكي أن يمنع حق التملك فجاء الإسلام كعادته وسطا يجوز للإنسان أن يشعر بالغير فيؤدي الزكاة ويؤدي الصادقة ويجوز للإنسان أن يساير الفطرة في التملك ألم تروا الآن كيف أن الاقتصاد الإسلامي دين العدل ودين الوسط أيها الأحبة في الله انتهى هذا الدرس وأتمنى لكم النجاح والتوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر